اشتركوا في القناة المكونات الاساسية يلي هي لها تأثير بعجينة الكبة وصرت موجودة بالسوبر مارك وبالسوق موجود عدة انواع من البرغل من الناعم والخشن والوسط من الاصمر لحتى تطلع معي الكبة بعد القلي لونة فاتح وشهية بختار البرغل الناعم يلي هو لونه فاتح وبيستغني عن البرغل الاصمر مثل البرغل هي اللحمة كمان مكون اساسي بعجينة الكبة لها السبب ضروري تكون اللحمة نظيفة خالية من الشريين والدهون لعجينة الكبة بختارها انا عند اللحم يكون شئف نظيفة وبحكي مع اللحم ينزلها على المكانة على القليلة مرتين هون صرت بالمطبخ وبحب كمان ارجيكم الفرق ما بين اللحمة اللي هي تابعة لعجينة الكبة وبين اللحمة اللي هي خاصة للحشوة يلي عليا مين هاي دي هي للحشوة ويلي عليا صار حتكون ان شاء الله لعجينة الكبة يعني هيدا هو الفرق وصار فيني باشر بتحضير الكبة بحط البرغل الناعم يلي هو لونه فاتح بقلب الجات وبسكب عليه مي دافية وبخليه منقوع على القليلة بين الساعتين او ثلاث ساعات والاحسن انه ما نخصل البرغل قبل منا عشان تضلل نشويات محفوظة بالبرغل يلي هي بعدين حتساعدني كتير انه الكبة تمسك حالة بعد القلي وما يصير فيها اي تشقق من بعد هيد الفترة ونقعت البرغل ببلش انا نزل البرغل على المكانة اللحمة بنزلوه على القليلة مرتين ليصير عندي كتير ناعم يلي ما عنده مكانة فيه طبعا تستخدم الايد وتعجن البرغل على ايدها على العموم ان كان البرغل معجون على الايد او كان نازل بقلب المكانة اهم شي يكون مثل المرهم ليعطينا بعدين افضل النتائج بعجينة الكبة يعني شغلة كتير مهمة واساسية خلي البرغل واللحم مثل المرهم لعجينة الكبة وهلا اجا دور اللحم المفروم من رغم انه اللحم نزلها عنده على المكانة مرتين بس انا كمانا بحب شخصيا ارجع نزلها مرة تانية واخيرة عندي على المكانة لحتى كون اكيدة انه صارت اللحمة مثل المرهم مثل ما لازم يكون بالكبة اللبنانية بس انتهي من لحم المفروم كمان بهرص البصل بقلب المكانة وبنزلها مرة من رغم انه المكانة هرستلي كل المكونات اللحم والبرغل والبصل وصاروا مثل المرهم بس من رغم هيك ما بيكفي لازم كمل بالايد عم حط كل المكونات بقلب الجات مع البهارات وبصير اعجنن على الايد هون بهيدا المحل نسيت للأسف ضيف مع البهارات الطحين لاحقا بضيف الطحين مع العجين وبكمل عجن الطحين متل ما معروف موجود بقلب منه النشويات رح يخليلي الكبة تمسك حالة وما تتشقق بعد القلي يعني مثل النشويات الموجودة بالبرغل الطحين كمان له اهمية بالنسبة للنشويات وبضلني اعجن هيك لتصير العجينة عن جد كتير ملسة وما كأنها ابدا فيها حبيبات البرغل ومن الملاحظات المهمة اني خلي كاسة ما يمتلجة او بيردة حد مني لحتى اني عدل بالعجين في حال شفته انه كتير قاسي او نشف شوي بنقط بكل انتباه بالطنقل بقلب العجين يعني بدي جيب النقطة عالزبط انه ما تكون العجينة كتير نشفة او قاسية بس كمان ما تكون كتير لينة يعني بيهمني العجينة تكون سهلة للتشكيل بس مش زيدة عن اللزوم لينة ولا تكون نشفة متل ما شايفين هلا معي عالفيديو هيك كتير منيح وبعد العجين بفضل انا شخصيا خلي عجينة الكبة لفترة بالبرات لترجع اللحمة تاخد البرودة المطلوبة بعد هيد الفترة بشيل انا بس الحاجة يلي بدي شكل فيها والباقي بيضل ناطر بالبرات بالنسبة لحشبة الكبة موجودة عندي على قناتي رح اطلكن الرابط ان شاء الله يلي بحب فيي اخد الوصفة وغير تشكيل الكبة اللبنانية التقليدية بحب اعطيكن بهيد النشرة افكار جديدة واشكال جديدة عن تشكيل الكبة رح ارجيكن تشكيلة الدمعة يلي والدتي كتير بترغبها هيد التشكيلة بالكبة ما بدي شيء كتير سريعة من بعد ما شكلت العجينة ككرات صغيرة بالحجم يلي انا بحبه بحيول افتح الكرة بهيدا الشكل وبيجيها واحدة بالاصبع هيك لا تصير عندي العجينة كتير رقيقة يعني بدي رقيق العجينة على قدر الامكان عشان هيدا كمان سبب اساسي بكبة اللبنانية تكون العجينة كتير رقيقة وبحط الحشوة بقلب العجينة وبضغطها بالمعلقة وبصير بس من جهة واحدة بهيدا الشكل بروس الكبة واذا شفت اي تشقق على سطح الكبة ببلل اصبعي ماي وبلحم التشقق وبكل بساطة صار عندي ازرها في دمعة بتشكيل الكبة كتير سريعة وكتير هين وفي كمانا طريقة تانية يلي بيحب يتبعها وهيدي الطريقة الاغلب بيستخدمها يعني حسب سد البيت هي كيف بترتاح هون مثلا عم بفتح القرص بالاصبع وبصير على قدر الامكان اني رقق العجين وبحط الحشوة وبضغط الحشوة بانتباه لحتى ما يكون فيه بقلب مننا هوى وبملى انا القرص تقريبا 3-4 وبسكرة شوي شوي لالحم الفتحة من فوق وبصير بس من فوق بروس انا القرص الكبة وبعد مننا بغير الجهة بمعنى انه الجهة يلي روصت ببرمع لتحت والجهة يلي بعد ما روصت بخليها لفوق وبروص كمان الجهة التانية هيك لتصير عندي تشكيل الكبة وفي كمان طريقة تانية لتشكيل الكبة يلي انا شخصيا كتير برتاح لها وكتير بحب هون عم برجع افتح القرص طبعا بدي ارجع اكد انه يكون رقيق القرص لتطلع الكبة معنا طيبة بحط اللحمة يعني بمليها تقريبا ثلاث طربة وبصير اضغطها بالمعلقة لاتخلص من الفراغات الموجودة بقلب الحشوة وبهيدا الشكل بصير روص القرص يعني بمسك القرص بايدي من تحت وبضغط كمان من ايدي من فوق بس من جهة واحدة لشوف انه صارت عندي جهة مروصة برجع بغير الجهة وبروص كمان الجهة التانية هيك لتصير عندي تشكيل الكبة وللمبتدئين او يلي عندن مشكلة بتشكيل الكبة عندي كمان فكرة ومشكلة ان شاء الله تكون محلولة هون عندي موفين سفوما او اي كاسة تكون صغيرة كتير بحط النيلون عقلبي الكاسة وعالنيلون بحط العجينة يلي انا رأقتها بايدي وعالعجينة بحط الحشوة وبصير اطبق الاطراف على بعضهم والزيت من العجين بتخلص منه وبلحم الطبقة الفؤانية من العجين كتير منيح لأخلص من كل التشقق الموجود وبهيدا الاسلوب بحشي الكبة بكل بساطة وعالسريع يلي بحب فيه مثل العادي يقلي القرص بالزيت او اذا بدكن كمان مثل اسلوب الكبة بالزينية بنحط بالفرن بما انه انا عاملة كمية كبيرة من القرص الكبة كل سينية بملاها بقرص الكبة بحط السينية مثل ما هي بالتلاجة لفترة تقريبا بين الساعتين لثلاث ساعات بعد هيد الفترة بشوف انا الكبة صارت نوعا ما جامدة هلأ صار فيني تلجة وحسب الرغبة السماء بقلب الكياس والافضل اني حط التاريخ على الكبة بس يجي اليوم بشيل حسب الطلب الكبة اللي هي بعدها متلجة وزا كان عليها تلج ما بيأثر بدقهم على بعضهم لأتخلص متلج انه ما يصير عندي الزيت يطرتش ومن الملاحظات المهمة كمانا انه ضروري يكون الزيت غزير وحامي سابقا هايد الملاحظة بدي خلي بيلي منها لككون عندي الكبة نجحة وما تفرط وبخلال لحظات بيصير عندي أطيب وأشحة وألز كبة لبنانية حقيقة كتير طيبة وكتير لذيذة متل ما لازم يكون على الأصول بالمقطع الجاية رح سمعكن ان شاء الله أرمشت الكبة يلي لا تقاوم والشكل يلي هو كتير شهي وأكيد بدي أرجيكن قلب الكبة كيف لازم يكون سماكته هيك المفروض يكون المكسيموم سماكة الكبة اللبنانية لتكون عن جد طيبة وتعطينا نتيجة رائعة لتكمل عنا كل الصورة بتتقدم غالبا الكبة المقلية اللبنانية مع الحمص المتبل أو بابا غنوج أو أي الحومات مشوية وطبعا أهم الشيء التبولة جانب الكبة المقلية حبيباتي وصلنا لآخر التحضير بتمنى هيدا الفيديو نال أعجابكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات ام علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر